رحيم طلعين طلعين من مرحلة موسيماني سوارش يعني خلينا قول سوارش تجربة مكتملات شاوي ها سمع رأيك فيها ايه اللي شايفوا فيها ايجابي ايه اللي شايفوا نص الكوبال مليان و ايه اللي شايفوا نص الكوبال فاضي بس هبدأ بموسيماني انا دايما اي حد اتمرن مع جوزي باعتبره منجم معلومات وانا بشوف انه على رغم منه موسيماني حقق انجازات قريبة قوي من منول جوزي وفترة اقل وفي ظروف اصعب يعني ظروف اللي بشوف تولى فيها ميسر المسلماني للمسئولية برضو ميسر جوزي يعني خد مساحة اكبر اه خد مساحة اكبر درس وفهم طبيعة الكرة في مصر اكتر جماهير كانت مسندة في الملعب ودي حاجة اعتقد الجيل بتاع الاهلي حاليا نفتقدها بشكل كبير بس يمكن الحتة اللي بتعجبني اكتر في جوزي انه الناس كانت راضية قوي عن كورة الاهلي عن حلوة الاداء مع النتائج ده يمكن افتقدناش وايا مع موسيماني اللي انا بس عايز اقوله معلش هتاكرار القصة كلها يعني ممكن تكون موسيماني مشابه لحد كبير لمستر مانو الجزي في بعض الحاجات اللي هي ممكن تقول انه مستر مانو الجزي كان دايما عنده حتة استقرار على التشكيل دايما فدي ممكن يكون كان مشابه لها موسيماني في حتة اللي بتاع فالقصة كلها برضو ان موسيماني ما مساعدتهش الظروف انه في وقت من الاوقات ضغط الماتشوت في خلال سنتين او في خلال موسم ونص معاه ضغط الماتشوت اللي هو كل تلات ايام سواء بطولات محلية او بطولات افريقية ما ادهوش المساحة ان انا قدر حتى يعني ناس كتير او جماهير كتير بتتكلم حياتة ان انا مطورش لعيب ما هو ما عنديش المساحة ان انا قدي اللعيب بتاعي مش اقولك بقى تطوير بشكل شخصي يعني اطور مثلا من حسام حسن اطور من محمد شريف عد مرحلة ان محمد شريف بدل ما هو مثلا هدف افريقيا بس يبقى هدف افريقيا ودوري كل ده ما عندوش المساحة من الوقت لكن مستر مانور كان عندو مساحة من الوقت ان انت بتلعب كل اسبوع مطش حتى لو اضغطنا في وقت من الاوقات اللي هو قبل بطولة كاس العالم كان بنتضغط دايما في مطشوت وبعد ما بنرجع من كاس العالم الاندية فبنتضغط برضو في مطشوت بس الفرق الوحيد بين مش عايز اقول برضو بين الجيل بتاعنا وجيل الحالي هو في العقلية نفسها ازاي اوفر لنفس المناخ ان انا بعد ابعد او اقل للضغوط اللي حوالي بحس ان انا لما اجي انزل جوه الملعب اقد بشكل كويس في نفس الوقت برضو الضغوط في الفترة الاخيرة من جانب بعض الجمهير ان انت دايما على طول عايز اداء بجانب تطوير بجانب بطولات دي عجلت برضو بقصة ان انت ما تسمحش ان المدير الفني حتى برضو يعمل حتة التطوير تجربتك لسوارش ايه او رؤيتك لتجربة سوارش ايه رؤيته نسبيا الظلم في حتة النتائج لا تساعدته اصابات كثيرة اصابات كثيرة اوية فوق ما دعنا ناخد الايجابة منها كابتنا عبدالله يعني ايه البصمة اللي سابة مثلا نقوله برضو الراجل برضو يعني صلح حاجة على حساب حاجة يعني حتى لما هو مرضو انا كنت في المواقع والسوشال ميديا والكلام ده وحد بيتكلم معا صحافة ويبتكلم نفس الكلام كده الراجل حاب يصلح حاجة لحساب حاجة وفي نفس الوقت هو كان جاي طموحه سابق الشغل اللي قدامه او سابق القماشة اللي قدامه القماشة اللي قدامك مهلهلة ناس مصابة فيه ناس مجهدة وقعة بدنية بسبب قصة الجهد والضغط المتشاط دي جزء اتظلم فيها فهو كان عايز يعمل حاجة ويطبق افكاره بس الوقت مساعدهوش في نفس الوقت الظروف مساعدهوش في النتائج الحاجة الاخيرة عشان ما طولش عليك ان هو برضو صلح الجانب الدفاعي على حساب الشغل الهجومي فاصبح ان انت بان او بان عند معظم الناس ان هو عامل شكل دفاعي اكتر منه شكل هجومي اللي هو ما ترجمش اصلا في جمل ان احنا ممكن نشوف جملة معينة يوصل بها لمرمى الخصم في اي مطشاط سواء ضعيفة او قوية فبالتالي ما ظهرش بس هو عمل نتائج كويس يعني يكسب الاتحاد ويكسب اتحاد ثلاثة وفوتشر اربعة يعاقص اقول في بعض المطشاط لا ظهر الاهلي بشكل جيد جدا يمكن فيه مطشاط تانية اه طبعا الفرقة ما كانتش بتقدم اداء بس ما كانتش حاسب بس هو على حسب بردو هو القماشة اللي معاها اللي اتبقت معاها معلش القماشة اللي اتبقت معاها مع الناشئين انا مقدرش بردو اجيب ناشئ بردو عنده 20 سنة عيا كان بردو حتى بقلت خبراته واجي ادي له جمل تكتكي عالية جدا عليه بجانب ان ممكن يكون اللجام ومرضو يعني ايه برضو مريب منه في السنة زي كريم فؤاد برضو الخبرات برضو بتفرق لكن لو بلعب ملعب جنب خبرات هيديني الخبرات بتاعته ويوجهن جوه الملعب طيب عشان هقفل حتة دي مين اللي نور قوي مع السوارش يعني لو اخترت اسمين ثلاثة حسيت ان هم في مرحلة ريكاردو سوارش في نهاية الموسم مكسب من مكسب المكسب نور معاه يعني زياد طارق طبعا نمروعد دي كريم فؤاد برضو ما شاء الله عليك منتخبه وفيتوريا اجتهاد برضو ربنا يكلل مجهوده بحطة معسكر من منتخب مصر استهد صراحة اثنين في ثلاثة برضو ممكن محمد أشرف برضو ظهر بروستوى كويس يعني انا شاف ان المجمل ماشي كويس لو كان برضو وده جزء برضو بسيط اللعب اللي هو برضو بيمتعني حتى لو بيلعب خمس دقيق حمد محمود ده القطعة الفنية اللي كانت نقصة في وجود مثلا فترة بتاعت موسيماني كان ممكن تكلل الحاجة او الشغل بتاعت موسيماني حتى لو احنا مثلا في ناس معترض على الاداء كان ممكن اعملك ويسنعلك حاجة كويسة فسط الاداء تراهن على محمد